موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدين في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح سؤال وعنوان هذه الحلقة هل يقدر المسيح أن يخلق في حلقة مضت كنا تكلمنا عن أن المسيح يقدر أن يغفر الخطايا صفات الله صفات المسيح تسير بتناغم وانسجام تام ففي توازن بين الصفات الإلهية يعني يسوع المسيح ما فعله الآب يستطيع يسوع أن يفعله أيضا والسؤال في هذه الحلقة هل يقدر أن يخلق المسيح هل يقدر أن يحيي وأن يميت هل يقدر يسوع المسيح أن يخلق أشياء من العدم ويستخدم مادة لخلق مادة ابقوا معي سأتحدث عن هذا الموضوع المهم جدا في هذه الحلقة سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اهلنا حبائنا مشاهدينا هل يقدر المسيح ان يخلق طبعا عبر صفحات الكتاب المقدس سواء كان في التورى او في الانجيل نرى ان الله هو الاله الحقيقي وحده الاله الوحيد يستطيع ان يخلق واسمحوا لي في البداية اقرأ بعض الايات في سفر التكوين الاصحاح الاول ورح اقرأ بعض الايات مكتوب في البدء خلق الله السماوات والارض وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور في نفس الاصحاح في ايه 26 مكتوب وقال الله نعم للانسان على صورتنا كشباهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم ورأى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا وكان مساء وكان صباح يوما سادسا في الاصحاح الاول بيتكلم عن الخليقة عن الخلق والله بيبتدي في آية واضحة جدا في البدء في البدء خلق الله السماوات والارض في سفر التكوين الصحاح الاول والآية الاولى برشيد برا الوهيم اث هشمايم في ايت هارتس في البدء خلقه خلقه بصيغة المفرد الوهيم الله بصيغة الجمع فهنا نرى في الخلق الله الاب الله الابن والروح القدس او روح الله كان يرف على وجه المياه ثم في آية 26 مكتوبة نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا ونخلي بالك في اللغة العبرية هنا ليست لغة التعظيم كما مذكورة في اللغة العربية فهنا الله الذي يتكلم الله بيعلن عن ذاته الله له وجود ذاتي الآب له وجود ذاتي ناطق بالكلمة بكلمته وحي بروحه فالله هو طبيعة واحدة جوهر واحد فيقول لنعمل بصيغة الجمع الانسان على صورتنا هنا يتكلم الاله الازلي خلق كل شيء لمجده كما هو مكتوب في إشعية 43 آية 7 بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته في إشعية 44 آية 24 مكتوب هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي باسط الأرض من معي في إشعية إصحاح 40 مكتوب فبمن تشبهونني فأساويه يقول القدوس ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد أم عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعي ليس عن فهمه فحص واضح أحباء أن الإله الأزلي خلق كل شيء خلقه لتسبيحه ولمجده كل الخلائق تسبح الله ويريد تقرأ مزمور 148 بتشوف أن كل الخلائق مذكورة بأسمائها تسبح الله خالق كل الأشياء خالق كل الأكوان فالله خلق العالم المادي والروحي ما يرى وما لا يرى لقد خلق وعمل كل شيء حسنا تكوين صحيح الأول والآية 31 لقد خلق السماوات والأرض وكل ما فيها في ستة أيام ستة أيام فقط سفر الخروج إصحاح 20 والآية 11 كل أصفار العهد القديم أحبائي تتكلم أن الله هو الخالق كل الكتاب يسير بتناغم وانسجام تام من بداية الأيام إلى نهاية الأيام عندما يخلق الرب سماء جديدة وأرض جديدة ولكن ما حدث أحبائي حدث شيء مأساوي فدخلت الخطية إلى العالم بسبب تعدي آدم وحواء فاجتاز الموت إلى الجميع كل الصورة تغيرت كل الصورة تشوهت وحلت اللعن على الأرض وكما يقول في روميا الإصحاح الثامن أن الخليقة كلها تأئن إلى أن تعتق إلى أن يأتي يوم من الأيام الله سيحرر حتى كل الخليقة والأرض من اللعنة يعني إلى أن يطرح الشيطان في بحيرة النار عندها سيصنع الرب كل شيء جديدا كما يقول في رؤية 21 آية خمسة وسوف يملك إلى الأبد وتصبح كل ممالك العالم للرب ومسيحي فإذن أحبائي منشوف أنه الكتاب المقدس يسير من البداية حتى النهاية بتسلسل وتناغم فكر عقلاني يعبر عن حكمة الله يعبر عن فهم الله وإدراكه الغير محدود فكل الصفحات تسير بتناغم أفكار ليست أساطير وعندما تقرأ الإصحاح الأول لابد أن تنبهر بموضوع وقصة الخليقة كيف أن الله خلق كل شيء حسب جنسه فهذا إذن ضد نظرية نشوء والتطور ضد أي نظريات أخرى التي تنكر اسلوب وطريقة الله بالخلق أي أنه يأتي من العدم من لا شيء يستطيع أن يصنع شيء مكتوب أحبائي بكلمته كل شيء جاء للوجود تعرفوا أحبائي في مزمور 33 مكتوب لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد وضع لها حدا فلن تتعداه لأنه قال فكان هو أمر فصار فإذن أمر فخلقت قال فكان أمر فصار وبتعرف أحبائي هنا الكلام واضح جدا أنه بكلمة الله كل شيء صار أو جاء للوجود حسب عبرانيين إصحاح 11 والآية 3 مكتوب بكلمته بكلمة الله كل الخلائق قائمة ومتماسكة وموجودة في قدرة الله أتقنت العالمين بكلمته أتقنت العالمين ومش بس أتقنت يعني بيتكلم عن عقل مدبر مهندس إلهي بيتكلم عن خليقة جميلة جدا يقول كتاب في سفر الأمثال إصحاح 8 منذ الأزل مسحته منذ البدء منذ أواء للأرض كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدامه والعبرانيين إصحاح 11 والآية ثلاثة مكتوب بكلمته أتقنت العالمين بكلمة الله أيضا كل شيء متماسك كل شيء مترابط قائم موجود في سفر رؤية إصحاح 4 والآية 11 حقيقة أنه كل الخليقة تشهد لقدرة ومجد الله السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه فإذن كل الخليقة تشهد أن الله هو القادر على كل شيء وأنه الحكيم وأنه المهندز فالخلق أحبائي هي القدرة على الخلق تعبير تعبير عن قدرة لاهوت وهي صفة من صفات الله ومن أخص خصوصيات الله فالله هو الخالق لا يعت أي نبي أو أي خليقة أخرى أن تعمل أو تصنع أخص خصوصياته نرى في الإنجيل المقدس أن المسيح أيضا له القدرة على الخلق مكتوب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه أي في يسوع المسيح فيه كانت الحياة لأنه مصدر الحياة فيه كانت الحياة والحياة نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه فإذن لا حياة بدون النور من أجل هذا قال وقال الله ليكن نور فهو كان النور الذي يستطيع أن يخصب وأن يعطي حياة للأرض وفي اليوم الرابع طبعا خلق الشمس والقمر والأضواء المواسم والأزمنة والفصول واليوم 24 ساعة والصباح والمساء حتى كل الخليقة وكل الزرع يكون أو بيطلع بطريقة متناغمة بطريقة منساجمة أيضا فإذن أحبائي المسيح هو كلمة الله والمسيح جاء إلى العالم ليمجد الله الآب وأن يعلن عنه فهو الكلمة الأزلة فالخلق من صفات الله وحده يخلق بقوة لاهوته فالكلمة هي عقل الله بحسب اللغة اليونانية لوجس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا فالمسيح له القدرة أيضا على الخلق عقل الله الله الآب خلق العالم كله بالابن خلقه بكلمته بعقله بمعرفته بفهمه بقدرة كلمته أتقنت الذي به عمل العالمين أي بحكمته وبعقله أيضا فالمسيح هو صورة الله الغير منظور وله نفس طبيعة الآب الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته فالمسيح هو القادر على كل شيء وله نفس طبيعة الآب الذي به عمل العالمين وهو بهاء مجد الله كان المسيح كان المسيح أحباء موجودا عند الخل وكان المسيح موجودا مع الله منذ الأزل المسيح أيضا مميز عن الآب فقد كان عند الله المسيح له نفس طبيعة الآب كان هو الله كما يقول الكتاب المقدس الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين فإذن المسيح هو وسيط الله في الخليقة فقد خلق العالم به كما يقول البشير يحن وكون العالم به في كورونتس الأولية 86 مكتوب الذي به جميع الأشياء ونحن به في كلوس الإصحاح الأول أحباء مكتوب في آية 16 وآية 17 واسمع هاي الآيات مهم جدا فإنه فيه أي في يسوع خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض وما يرى وما لا يرى سواء كان عروش أم سيادات أم ريسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء شايف اللغة هون واضحة جدا وفيه يقوم الكل وفيه يقوم الكل في أفسوس 3 9 الله خالق الجميع بيسوع المسيح الذي به أيضا عمل العالمين أحبائي في اثنين بطرس أو بطرس الثاني صحة ثلاثة مكتوب لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء وطبعا أنا يعني كاتب آيات كتير مش عارزة ممكن أقرأ كل الآيات الأرض بكلمة الله قائمة ثم مثل ما ذكرت كورنتس الأولى 8-6 الذي منه جميع الأشياء الذي به جميع الأشياء ونحن به فإذن أحبائي كما هو مكتوب الله هو الخالق الله هو الخالق منشوف أحبائي في عبرانيين مكتوب بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر في رؤية أربعة آية 11 مكتوب أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة لأنك أنت خلقت كل الأشياء لاحظ الكلام مش بس خلق وهي بإرادتك كائنة وخلقت يعني أتقنت العالمين بكلمة الله متماسكة بكلمة الله بإرادة الله بقوة الكلمة كائنة وخلقت فإذن كل يعني يعوز الوقت أن الواحد يتكلم عن الكواكب والنجوم وكل يوم عم بيكتشفوا أبعاد يعني من المجرات والنجوم والكواكب اللي حتى الضوء تبعها بيظهر كل كده ألف سنة يعني وتقاس السنين بالسنين الضوئية والله خارج عن نطاق الزمن يتعامل في الزمن فتخيل أنه أكبر تليسكوب يعني بيورينا أنه في مليارات المجرات وهذا طبعا اللي نستطيع نشوفه في هذا الكون الفسيع ولكن ما بيك مع السماوات وسماء السماوات والأبعاد العميقة والسبيس يعني العميق صعب أنه الإنسان يستوعب طبعا إذا أرادنا أن نعرف عن دوران الأرض والقمر ووجود الشمس والأزمن والفصول يعني بتتحرك بالتانية والجاذبية كل هذه الأمور تسير بشكل عجيب جدا وكله متماسك بكلمة الله يعني إذا المسيح فك هيك بس عمل يعني يشيل إيده من أنه يمسك كل هذا الكون كل هذا الكرح يتحول إلى فوضى عارمة وطبعا كل الأمور سوف تتشوه لهذا السبب قال داود السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم في رسالة يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما في أعمال سبعة عشر مكتوب لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد أيضا فإذا حبائي واضح جدا سواء بالعهد القديم سواء بالعهد الجديد الله هو الخالق ولكن نكتشف في العهد الجديد أن الله هو خالق كل الأشياء بواسطة أو من خلال يسوع وأنه كل الأشياء التي خلقت خلقت لمجده لتسبيحه وخلقت ليسوع المسيح فإذا الله هو الخالق نستنتج أنه المسيح هو الخالق بتقول لي كيف في العهد الجديد منشوف أنه أنه المسيح هو الخالق تعرف حبائي قدرة المسيح تتجلى بصور كثيرة في يحنى واحد ثلاثة مكتوب بغيره لا توجد خليقة في يحنى واحد عشرة كان في العالم وكون العالم به في عبرانيين واحد واثنين الذي به عمل العالمين في كولوسي صحاح واحد ستة عشر وسبعة عشر فإنه فيه خلق الكل ما يرى وما لا يرى بعدين بقول الكل به وله قد خلق ولاحظ وفيه يقوم الكل فإذا الله خالق الجميع بيسوع في أفسس ثلاثة آية تسعة فالمسيح هو كلمة الله يعني ابن الله يعلن عن ذات الله صورة الله غير المنزور لأنه قال من رآني فقد رأى الآب بهاء مجد الله رسم جوهر الله يعني التعبير عن الله وكل هذا من خلال يسوع المسيح فالسؤال إذا الله هو الخالق لماذا أعطى الله صفة الخلق فقط للمسيح هل فكرت أنك تسأل هذا السؤال لي الله أعطى هذه الصفة ليسوع المسيح ليس أعطاه لأي نبي في هذا الوجود فإذا هنا بخلينا نتساءل أنه مش مجرد الله أعطى إذن أو بإذن الله منلاحظ أن المسيح هو موضوع الخلق وهو الذي خلق وبه وله قد خلق خلق الكل فإذن الله القادر على كل شيء هذه صفة إلهية كما قال أنا هو الأول والآخر البداية والنهاية قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء من يستطيع أن يقول هذا الإعلام هل فكرت في هذا الأمر أنا هو الأول والآخر التوراة تتكلم عن يهوى أنه الأول والآخر حتى في القرآن يتكلم عن الله الأول والآخر لكن تخيل يسوع يقول أنا هو الأول والآخر أنا الأول والآخر فإذا اندل على شيء بدل أنه فعلا المسيح كما أعلن أنه هو الله خليني أتكلم عن بعض الأمثلة اللي بتعبر عن قدرة الخلق من خلال شخصية وهوية يسوع المسيح في معجزة حدثت أمام الآلاف وعلى فكرة معجزات المسيح هي معجزات محبة ورحمة وهي آيات وحدثت المعجزات ليس للإبهار لأنه كانت قوة تخرج من يسوع المسيح فالمعجزات كانت شيء طلقاء طبيعي حيث وجد يسوع وجدت المعجزة والمعجزات كانت أمام الأعداء والأصدقاء على السواء واحدة من المعجزات المذكورة في الأربع بشائر في الإنجيل المقدس هي معجزات إشباع الآلاف فالمسيح أحب سواء في يعني مذكور في الأربع أنجيل ولكن في إنجيل يحنى إصحاح ستة بيتكلم عنها بإسهاب كامل لأنه بحاول يعبر عن المعجزة أنها آية فيها بعد روحي فيها عمق روحي فيها تفسير روحي إشباع خمسة آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين بتقول لي طب ما فيه مادة برضو محتاج مكونات أخرى ومن يستطيع أن يخلق من المادة مادة الله وحده له القدرة على الخلق فأشبع خمسة آلاف معدى النساء والأولاد إذا حطناها في إحصائية معتدلة المسيح المسيح أشبع مش أقل من عشرين لخمسة وعشرين ألف شخص من خمسة أرغفة خمسة أرغفة خبز وسمكتين قل لي هاي المعجزة فيها خلق ولا ما يوجد خلق مادة لم تكن موجودة هي معجزة حبائي تعبير عن قدرة الخلق مكتوب أكلوا وشبعوا وزاد حتى جمعوا اثنتي عشر سلة فإذا إشبع آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين اندل على شيء بدل على قدرة الخلق وهذا برجعنا للعهد القديم إن الله كان يشبع الشعب القديم بالمن ولكن هنا يسوع بشكل ظاهري أمام العيون صنع هذه المعجزة مش بس أشبع خمس تلاف أشبعت أربعة آلاف معدى النساء والأولاد في منطقة الأمم وجمعوا سبع سلال سبع قفاف فإذا قدرة المسيح على الخلق هي من صفات الله ومن ومن أخص خصوصيات الله من يستطيع أن يخلق خبز وسمك يشبع 20 ألف شخص أي حسابات اليوم أي رياضيات أي عناصر يعني طب ما فيه عناصر كتير في السمك وفي الخبز والسمك يعني ما رحوش يصدوه من البحيرة كيف أجا إزاي حكي لي وجاهز الخبز يعني محتاج أنك تزرع القمح في الأرض ومحتاج تستنى موسم كامل وتحصده والسمك محتاج أنك تصيد وتنطفه وتشويه عملية يعني طويلة تخيل بدك تعمل هذا الشيء لعشرين ألف شخص ولكن مجرد أنه قال أعطو فواضح أنه كانت معجزة من خلال قدرة المسيح الفائقة فهل يستطيع المسيح أن يخلق من هذه المعجزة نقول نعم ثم نعم وآمين إنه القادر على كل شيء معجزة تانية حدثت في بلدنا في قانا الجليل في قانا الجليل كان في عرص وبعدين خلص النبيذ وهذه تعتبر ورطة اجتماعية وطبعا المطوبة المباركة مريم كانت تدرك أهمية يسوع وكانت تدرك الموعيد اللي بيبتد فيها المسيح يظهر مجده وخدمته العلنية طبعا اللي صار إنه خلاص رح تتبهدل الدنيا فمريم قالت للخدم مهما قال لكم ففعلوا يعني إيش يسوع بيحكي لكم ففعلوا وفعلا كان فيه ست أجران من حجر خلي بالك أنا مش عاوز أدخل في التقاليد اليهودية بين الجرة وبين الحجر وإلى آخره على أساس ما تتنجس والطهارات إلى آخره وهي كانت للغسلات يعني اللي بتضحط فكان فيه ست ست أجران وكل جرن بيسع بين تلاتين إلى خمس وتلاتين وعلى فكرة المسيح مش بس مضياف وسخي دائما بيعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر أشبع الآلاف وزاد وهنا أحباء معجزة خارقة جدا تحويل الماء إلى نبيذ طيب ما الماء اللي إحنا منشربه وهو عبارة عن أكسجين وهيدروجين فمن أين أتى الكحول أو باقي مكونات الخمر والعماصر الموجودة فيها هاي المعجزة لاحظ تمت بإرادته الخاصة في الداخل بدون أي كلمة ولا حتى صلاة ما صلاش ولا أي شيء كل ما قال املأوا الأجران ماء وفعلا ملأوا الأجران للحف يعني لفو هنا بتشوف في هذه المعجزة خلق مادة وكل مكوناتها حتى بدون أمر لم يأمر بدون أن يلمس مش مكتوب أنه لمس أو أمر أو تكلم أو صلى بدون أن يلمس أعزائه هلو الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له تحول الماء إلى نبيذ يعني صار إلو لون صار إلو الطعم وصار إلو رائحة لكن عندما استقو صار إلو لون وطعم ورائحة يعني قال أعطو رئيس المتكأ فكان واضح جدا يعني مش كل العناصر موجودة أنك تعمل النبيذ من ماء اللي هو أكسجين وهيدروجين فإذن هنا في عملية خلق سواء مادة غير موجودة أو مادة موجودة ومن يستطيع أن يخلق خليك أمين عن جد خليك أمين مع نفسك للي كل بيبعتلنا هذه التساؤلات لعل أجيب فقط شيء بسيط عن هذا الموضوع خلينا نحكي عن معجزة تانية واحد في يوحنى تسعة واحد مولود أعمى سأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى يعني مولود أعمى ما عنده أي شيء أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل مدام نهار طيب شو عمل يسوع المسيح تفل على الأرض وصانع من التفل طينا وطلع عيني المولود ألاحظ أنه الاغتساه العمليا يزيل الطين فهنا كل قوانين خلقها يسوع فصار يعني رجع مبصر مبصر شو يعني يعني صار إله شريين وصار إله أنسجة وصار إله أعصابهم طبعا بتمنى أنه الأطباء اللي بيشاهدونها يعني يحكو عن هذا الموضوع لأنه شخص مولود أعمى ما عنده أي قدرة على على الرؤية فخلق كل المكونات اللي موجودة داخل العين والعين تعتبر معجزة بصراحة صار عنده شريين أنسجة أعصاب إلى آخره لدرجة حتى الأعمى لما رد على الفرسيين قال منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى من يستطيع أن يخلق الأنسجة والشريين والأعصاب والدم تصلهم الله من خلال يسوع المسيح فإذن المسيح هو علة الوجود وهو سبب الخليق أحبائي وهو مصدر الحياة وبدونه لا يكون أي شيء مثل ما ذكرت كل شيء قائم متماسك بيسوع المسيح فيه كانت الحياة وهو النور أيضا فلا توجد حياة بدون النار النور لأنه يسوع قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلم خلينا نحكي عن حادثة أخرى الله جل جلاله هو القادر على كل شيء له سلطان فائق عجيب نرى سلطان المسيح على الطبيعة فالمسيح أمر الريح العهد القديم الله أمر فأهاج ريحا الله لهدأ العاصف في مزمور 107 سلطان المسيح على البحر هدأ العواصف أسكت الأمواج والهواء وعلى فكرة مشى فوق المياه الهائج مين بيمشي على الماء حبائي هذا الشيء يعني ضد الطبيعة لأنه المسيح عنده قانون أو ناموس تاني غير عن الناموس اللي عندنا فالجاذبية لا تمسك يسوع فهو صعد إلى السماء أمام التلاميذ وهو الذي دخل إلى العلية والأبواب مغلقة من له هذا السلطان على هذه الأمور على الطبيعة شيء آخر في حادثي جميلة جدا في متى 17 كان لازم بطرس يدفع الدريبة هو ويسوع ولكن الرب يسوع طلب من بطرس قال له يروح للبحر اذهب إلى البحر لم يذكر الزمان في أي وقت هو ظهر ولا صبح ولا بعض الظهر ولا المساء روح على البحر لم يذكر الزمان ولا حتى المكان اللي روح عند كفر نحوم روح عند هذا الشاطئ هذا المكان أو المكان هناك أو أو هنا لم يذكر الزمان أو المكان اذهب إلى البحر البحر طوله 23 كيلو متر عرضه 13 كيلو متر العمق 44 متر وهو علمياً في الشق السوري الأفريقي في غور الأردن يعني وين يروح في أي مكان في أي منطقة في أي توقيت ومش بس هيك قال له اذهب إلى البحر والسمكة التي تطلع أول أولاً يعني أول سمكة بتطلع لك يا سلام أول سمكة خذها ومتى فتحت فاها حتى المكان وين موجود الإستار اللي هو العملة حتى يدفع الضريبة قل لي مين عنده القدرة العالم بكل شيء والقادر على كل شيء إنه لا تحد للزمان ولا المسافة ولا المكان وأول سمكة بتطلع طب بل كي طلعت التاني بل كي ما طلعش أول سمكة بتطلع شيل منها النقود شو رأيك هذه قدرة على الخلق ولا لا تقول لي يمكن السمكة بلعت النقود ماشي أو يمكن خلق مثل معجزات يعني صيد السمك هو خلق ولا أحضرهم كلها من دلاء القدرة المسيح الفائقة شيء آخر المسيح أعطى الحياة للأموات جسديا وأعطى الحياة للأموات روحيا وهذا موضوع إن شاء الله منخصص له حلقة خليني أخذ بس قصة واحدة ألي عازر في بيت عنيا أخو مرثى ومريم في يحنى إصحاح 11 مات دفنوا وكان له في القبر أربعة أيام أربعة أيام طبعا التقليد يهودي يعني خلاص إنه هذا فعلا مات ليه لأنه بيبتدي الجسد يتحلل الدم فسد الشريين كل الأعضاء بتبتدي تتحلل قال قال يسوع ألي عازر هلما خارجا فخرج الميت أحبائه حي لدرجة إنه الأعداء لم يقدر أن يقوم عملوا مجمع ماذا أي ماذا نعمل انتركناه يؤمن الجميع به يعني تخيل عم بيخططه خطة للتخلص من يسوع لأنه عم بيعمل أمور خارقة تعبير عن الخلق أي أنه الله فإذن المسيح أعطى حيال الأموات روحيا وجسديا أيضا أحبائي يعني في كتير أمور في العهل الجديد تصطدم إنه يسوع هو الله من خلال صفاته أعماله من خلال أقواله تعليمه معجزاته كلها بتعبر عن سلطان الفائق ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل يقدر المسيح ايضا في سفر الرؤية فإذن يسوع هو القادر على كل شيء ودائما كتير من أحبائنا المسلمين بيسألوا هل خلق المسيح من عدم وهل أمات ايضا هو عاوزين طبعا يقولوا في العهل القديم في الطورة الله يحيي ويميت فهل المسيح يميت ايضا يعني طب اذا شفنا المسيح يخلق طب اذا هو الله فهل هو يميت عاوزوا عاوز اقول احبائي بكل محبة بمحبة المسيح عجيب هاي القساوة عجيبة عن جد الاسرار على انكار لهوت المسيح رغم كل الاعلانات الجميلة والكثيرة التي لا حصر لها في الكتاب المقدس فلماذا هذا العناد وكأن هذا ليس كفاية فلازم يعني يشكلوا سؤال بحسب طريقتهم الخاصة فيحاولوا مثلا ان يبحثوا عن امور يظنون انها تعجزيا عاوزي يعجز طبعا الله كان يميت هل المسيح يميت هل لو خلق المسيح من عدم واحيا سؤالي هل ستؤمن بالمسيح هل لو قال يسوع المسيح انا هو الله اعبدوني هل حقيقة ستؤمن بيسوع المسيح فالايمان لا يتعلق بهذا الجواب لانه حتى يعني لما تكلم عن قصة الغنوة لعازر لعازر قال له ابعت واحد يخبر اخوة وقال له بعدين ولو قام واحد من الاموات لم يؤمن المسيح قام ورفضوه المسيح قام حي امام العيون يعني بدون ادنى شك اقام الاعازر امام عيون اليهود ارادوا ان يتخلصوا منه فالسؤال هل يميت مثل العهد القديم احبائي في العهد الجديد المسيح يحي ودائما نقول اننا نعيش في عصر النعمة هل المسيح يميت المسيح امات حقا كائن حي في انجيل متى بيتكلم عن شجرة تين كان عليها اوراق جميلة ولكنها ما فيها ثمر قال لا يكن منك ثمر بعد الى الابد في خلال ليلة يبست من جذورها امام التلاميذ هل اله القدرة على ان يميت طبعا شيء اخر في عند بحير الطبرية اللاجئون شخص كان عليه شياطين الاف الشياطين طلبوا اذن من يسوع انه يخرج الشياطين ودخلوا الخنازير طلبوا اذن من مين من يسوع ليه نحن نعلم انك انت ابن الله القدوس اتيت لتهلكنا قبل فواث الاوان الشياطين عم تشهد ليس لان المسيح يحتاج لشهادة الشياطين على الطول عمل حركة كل الشياطين دخلت الخنازير والخنازير انتحرت في البحيرة الفين خنزير هل عنده القدرة ان يميد هذه ليست رسالة يسوع المسيح بالحقيقة انه مكتوب عن التلاميذ انهم كانوا شهود للقيامة لدرجة انه البلد كلها احتزت وكانت تؤمن بالمسيح وصار يبيعوا كل الممتلكات في اعمال اصحح خمسة واحد مرته حنانية وسفيرة كذبوا على روح الله وجربوا روح الله وقتلوا امام التلاميذ وهذا طبعا وقع خوف على الكنيسة هل يقدر ان يميت ولكن هذه ليست رسالة المسيح احبائي انه قادر لكن في يوم الايام عندما يرجع المسيح يقول يسوع هاتوهم قدامي واذبحوهم في يوم الايام كما هو مكتوب ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول آناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك للتوبة ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله لان ليس عند الله محابة حبائي اخد مكالمة من الاخت نهال اهلا وسهلا اخت نهال اتبعان على الهواء سلام ونعمة يا حضر الاسيس نزار الرب يبركك بجد على كل الادلة والبراهين اللي حضرتك اتهلنا من كلمة الله الحية لإثبات ان يسوع كان بالفعل قادرا على الخالب وانا عايز اقول حاجة بسيطة جدا بس نفسي كل مشاهد مخلص يفكر بجدية وبخلاص فيها كان عندنا زمان لما بندرس في مادة الرياضة في المدرسة بنقول في قاعدة اسمها بما ان اذن فلو فلو قلنا ان المعطيات اللي عندنا بما ان الخالق هو الله ده معطى رقم واحد وبما ان يسوع استطاع ان يخلق ده معطى رقم اتنين يبقى الاستنتاج من واحد واثنين نقدر نقول ان يسوع هو الله سدان يا حضرة الاسيس نزار لو الواحد فكر ببساطة وبدون تعصب وبعيد عن كل معلومات ومسلمات استلمناها او معتقدات لان عليها نقدر نعترف بكل سهولة ان يسوع هو الله الظاهر في الجسد وانا بس عايزة حضرتك تعلق يعني انا على حاجة حضرتك قلتها ان يسوع وسيط الله في الخليقة كلمة وسيط الله في الخليقة دي اخواتنا المسلمين بيقولوا اه احنا بنعترف انه عيسى خلق او بلغة حضرتك هو وسيط الله في الخليقة بس بإذن من الله حضرتك قلت ما هم اداش الاذن ده لحد تاني هم بيقولوا برضو مع الحد التاني احنا مش بنقول عليها هو الله فايه رد حضرتك والرب يعني هو الاية بتشرح الاية شكرا كتير اخت نهال انه لانه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان ثم الكل به وله قد خلق فاذن واضح الاية بتشرح ذاتها انه كل الغرض من الخليقة الغرض هو ليسوع المسيح حامل كل الاشياء بكلمة قدرته هو كلمة الله خلق العالم بالكلمة او كما يقول بسفر الامثال تمانية كنت عنده صانعا احبائي الله خلق السماوات والارض من عدم وهي اللي خلقها كانت مليئة بالماء من فوق ومن تحت خلق الشمس خلق القمر خلق النجوم من عدم ولكن لاحظ كائنات الارض قال لتنبت الارض عشبا سواء من العدم او مادة بيصنع مادة اخرى مين اللي بيقدر يخلق هو الله وحده له كل المجد فالمسيح عندما يستخدم مادة لخلق مادة هذا يعتبر خلق مثل قصة الاعمى او العازر اللي مات انتا هو القادر على كل شيء ولكن بيرفض مكتوب وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة الامر بيحتاج الى فتح عيون فتح ذهن معجزة خلق يعني خلق جديد اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة الاشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديد واحد من اعظم الخلائق هي الخلائق الجديدة بواسطة عمل يسوع المسيح ولا كيف واحد يكون ميت صار عنده حياة واحد عايش في الظلم صار عنده نور واحد صار يعيش في البر والقداسة بعدما كان سمعتو مشوهة جدا فاذا هو القادر على كل شيء كل شيء احبائي هو من قدرة يسوع المسيح مكتوب عن يسوع في سفر رؤية سوف يخلق سماوات جديدة وارض جديدة رؤية واحد وعشرين الاية الاولى واثنين بطرس البطرس الثانية اصحاح ثلاثة ومكتوب الخليقة الجديدة تثبت الى الابد رؤية اتنين اية خمسة المسيح اخوتي واخواتي كائن قبل الاكوان ليس له بداية كائن مع الاب وفيه منذ الازل واحد معه في الجوهر خليني 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 اخد يعني فرضا او جدلا يعني فيه اية بالقرآن مأخودة عن يعني الاساطير المسيحية اللي هي مكتوب المسيح خلق من الطين عملها هيئة الطير ونفخ لاحظ ونفخ فيه فصار طيرا بإذن الله سورة المائدة 110 فاذا المسيح خلق بغض النظر تقولي بإذن الله لو فرضا او جدلا انه بإذن الله بس نرى هنا انه المسيح اضاف مكونات عضوية لم تكن في الطير وهذا اندل على شيء بدل انه يسوع المسيح هو الخالق او في تعبيرك هو احسن الخالقين فاذا واضح من كلمة الله انه المسيح له القدرة على الخلق وهو الذي يصنع المستحيل تعرفوا لما الرب يسوع قال للتلاميذ انه دخول جمل من ثقب بابر ايسر من غني ان يدخل ملكوت الله استغربه فمن يستطيع قالوا من يستطيع ان يخلص قال يسوع الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله حقيقة احبائي انه الانسان اذا كان امين مع نفسه واذا كان صادق وبحب الحق وعاوز يتغير اذا انت مجرد عاوز ترسل الاسئلة بتظن انك راح تعجزنا لا لا احنا مضبوط عنا صبر ومحبة فالكتاب يجيب عن نفسه هو كل ما عليك وظيفة صغيرة انك تقرأ في الكتاب المقدس تقرأ في الانجيل المقدس ورح تصطدم بهذه الشخصية العجيبة الفذة الفريدة اليس واضحا احباء في انجيل يحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فالسؤال من هو كلمة الله يقول ايضا كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركهم يسوع هو النور هو مصدر الحياة هو رأس الخليقة الجديدة فهو بكر كل خليقة هو اللي له السيادة والسلطان المطلق سواء عروش ام سيادات ام سلطين الكل به وله قد خلق لو سألتك اليوم طب شو مع حالتك انت وعلى فكرة يعني كتير ايات لم اقرأها لضيق الوقت ولكن حقيقة عندما تقرأ الانجيل ترى وتكتشف انه يسوع الخالق نعم خلق من العدم وخلق من المادة وكون مكونات جديدة في عمليات الخلق لا يستطيع احد ان يصنعها الا الله وحده فاذا اذا قلنا انه المسيح يقدر ان يغفر الخطايا والمسيح يقدر ان يخلق حياة جديدة وايضا يخلق امور من العدم فلماذا تقاوم المسيح واذا انت بتبعت هذه الاسئلة هل يميت او يحوي او هل يخلق من العدم هل مجرد انت بتسأل فعلا لانه حقيقة انت بتدور على الحقيقة عاوز تكتشف الحق ولا بتفكر انه اذا انت رميت لك جملة ولا جملتين كأنه واحد بيرمي حجر على قلعة حصينة جدا وبيتك من زجاج احبائي المسيح يحبك وهاي الحلقة المسيح عم بيظهر انه مهتم فيك وعاوز يجعلك خليقة جديدة عاوز انه تكون ابن او بنت للرب فهل تأتي الى يسوع المسيح واتوب عن خطيات وعسيانك وعدم ايمانك بيسوع هل تدرك انك انت خاطئ ضد المسيح ارحمني انا الخاطئ تعال غيرني اسكن في قلبي وحياتي وساعدني اعيش من اجلك على فكرة بحب اسمع منك رب باركك رب باركك اشترك